تصريح تطلع في تصريحات تطلع في الفترة الأخيرة وتصريحات دي عن أنه في مؤامرة وفي أجندات خارجية وفي ناس دفع فلوس علشان يعني ناس تخذب البلد وتحرق البلد ما أشبه الليلة بالبريحة بس يعني وأنه لحد دلوقتي لحد دلوقتي ما فيش أي تصريحات عن التحقيقات وما فيش أي أسماء معلنة أنا معك أولا أولا يعني حتى لو حد جي أقول مؤامرة مصر أكيد مستهدفة مم نحن مصر مهمة جدا وأكيد فيه ناس بتحول تدفع الناس ويبالها ناس هنا والكلام ده minded ده لا يعيب السوار لا يعيب الناس اللي طلعت فعلا عشان دفع على مصر يعني ما نجي نقول مؤامرة ما ننفعش نقول مؤامرة يعني اللي بيحصل ده مؤامرة كلمة اللي بيحصل ده مؤامرة ده ما نقدرش نقولها لا اللي بيحصل ده فيه شباب عايز يدفع عن بلده فيه شباب عايز ي.... بلد أفضل وعلى فكرة وأنا معطرد على إدارة المجلس لإعلاقات مسلاحة لفترة دي ونفس المطالبهم ليه مطالب نفس المجلس إعلا يمشي بكرة وتيجي حكومة مدنية بكرة ونتحكم حكم مدني مطالبهم لا يختلف عليها اتنين إنما في وسط الهيسة دي وفي وسط الدنيا المفتوحة وفي وسط انهيار الأمن وفي وسط كذا أكيد فيه ناس بتدفع بناس يدفع بواحد المجمع العلمي عشان يوقع بين الجيش والصور أولا بيهدم حاجات أحرق مجلس الشعب المصري لما جاء أحرق المجمع العلمي المصري ما تحرقش المجلس الشعب كان عايز يحرق كان فيه مؤامرة وكان فيه مؤامرة المتحف المصري فلما جاء اتحرق المجمع العلمي أنا رايت كذا هدف أول حакти حرقت حاجة لا يمكن أن تونس ترخ مصر هبت قلوبنا كلنا ده هدف الهدف التالي ببين قدام العالم ان الدولة المصرية بتسقط الهدف الثالث وقعت بين الجيش والمتظاهرين وده بيدفع ده وده بيقولك ده الحرق وده بيقولك ده الحرق من هو المستفيد من كل المشهد؟ هزود على بس ما قدمى قلوبنا هو موت شباب زي الورد وطلبت زي الكلية اللي بعتقد انه اهم منه مش اهم من التاريخ بس التاريخ الشعب هو اللي بيخلقه انا بنتكلم على حاجتين بنتكلم على خسارة حالية خسارة حالية احنا كلنا خسرينين الارواح دي والكلام ده انما بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة يعني البناء ادم بطبيعته بينسل احزان اللي هي الفقد يعني بيعتبره شهيد وخلاص بينسل بعد خمسين سنة من دلوقتي هتظل خسارة المجامع العلم موجودة لو هتظل خسارة الاسر اللي فقدت اولادها انا بقول لك الاحزان تبدأ كبيرة وتصغر يعني انا متأكد ان الاسر الشهاداء دول دول دولوقتي ربانا يكون فعولهم بس بس اللي صبرهم من دول شهاداء طبعا يعني اللي صبرهم من دول شهاداء والشهاداء يعني حاجة متشاهدة وبالنهاية خسارة مصر لانه بنخسر ارواح وبنخسر مصريين مهما كانوا هم مين من الصور من العشاكر من السيئرات من الرجال مصرية. بنخسر تاريخ. اي قطر الدم. اي قطر الدم بتنزل خسر البصر وكلها. كلنا بنخسر. كلنا بنخسر. يعني انا دلوقتي لما شوف حد تقتل. وشوف طب ده بزنبه ايه اللي تقتل ده. فاحنا القضية احنا انا عايز اقول ان احنا امام فتنة. الفتنة دي بيباح لها حاجة. انا كان نفسي وكان فيه رسالة طلعت ان السوار الحقيقيين لما لقوا الفتنة كده ولقوا الوضع كده مش يمشوا ولا يفضوا السوارة ولا يلغوا مطالبهم ولا انحق الاعتصام والاضراب. ده حق مسلم به لا يمكن احد يمسه. مش ممكن احد يمس هذا الحق. انما كان نفسي انا لما لقوا الفتنة بهذا الشكل اروح اراجع للمدان التحرير عشان اكشف اللي رايحين يحرقون. عشان اكشف اللي رايح يحرق المجمع العلمي. عشان لما يتقبض عليه والكلام دي كله على الاقل انا ببرق نفسك كسائر. يعني انا انا يهمني ابرق دلوقتي حضرك لما يكون لك مطلب مشروع هنا في مكان عملك مثلا. انت ليك الطرق وليك حاجة هتعبر عنها بطريقة معينة وهتتمسك بمطلبك بس ليك الطرق. لما تلاقي حد تاني دخل منبرأ انت بتشعر فيها من جوة المبنى واللمنين ودخل وانت واقفة بتتظاهر او بالطالب راح خبط طوبة وكسر لك حاجة وكسر حاجة انت بتستعملها انت مش عايزها تتكسر. يعني السوار دول مش عايزين مجلس الوزراء ولا مجلس للشعب ولا المجمع العلمي. مش عايزين السوار مش عايزين تدمير الحاجات دي. مش ممكن لاني ده حاجتهم. خليني اضم صوتي اللي حضرتك قلته من شوية وهو انه مصر قيمة مهمة واكيد في اطماع كثيرة من بلاد اخرى. مقدرش اسمي لان كلنا زي ما قولنا يا جامعاني قالت في بداية. محدش في ايده دليل. مش بس مفيش في ايده دليل. كلنا متلغبطين برضو يعني كلنا مش فهمين يعني انا بتدعي ان اللي عنده اللي عنده شرح واضح وصريح للي بيحصل هيبقى كذب لان مفيش حد عنده الجبن المزجاج واضح. وده اسوأ ما في الفترة. طبعا. ده ده الحتة اللي انا ذكرتها بكلمة الفتنة. صحيح. بس خليني السؤالي هو انه لما بقول او ايرانيا بتسأع لما اشبه ليلة بالبريحة. ليه برضو فيه فقد للثقة في هذا الادعاء انه فيه استهداف مباشر للمصر. هو نفس الاقويل اللي كانت بتقال في يناير. اه. نصح. نصح. انه دول مدفوعين ودول والتليلزيونات والممثلين في العقول عشان كده أنا معاك تماماً عشان كده أنا أطالب وأيضاً دي بقى بدين فيها أو بنتقد الجهات المسؤولة ومش عايزين نعمل فعلاً أسلوب قبل 25 يناير ما تقوليش أجندات وكذا إحنا حاسين مجرد إحساس أنا معندش معلومة ولا حد فينا عنده معلومة بس حاسس من اللي بيحصل حاسس لسبب لأن أنا عارف ومدرك تماماً إن الشاب المصري اللي طالع عشان يصلح بلده عمره ما هيحرق أنا مصدق ده ومقتنع بده أنا عارف إن الشاب ده عمره ما هيحرق المجمع العلمي استحالة يعملها فعشان عارف إنه استحالة يعملها مدرك وحاسس إن فيه حد منبره بيدفع بده بلا قاصد يعمل ده إنت بقى يا مجلس العسكري أو الجهات التحقيق ليه ما نطلحش نقول والله جات لنا معلومات كذا 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 عشان نبرأ الشباب وعشان نبرأ نفسنا وعشان نكشف الناس دي اللي إنه التحقيقات لسه ما خلصتش طب ما إحنا نعمل بقى نسرع شوية من التحقيقات نسرع بقى من التحقيقات عشان نلحق بنقول إن فيه مؤمرة لحرق مصر بخمسة وعشرين ينايل من هنا لحد خمسة وعشرين ينايل طبت القليلة على فكرة نلحق بقى نلحق يدوب نلحق يدوب نلحق أيوة وبعدين إنت لما إنت عارف إن فيه مؤمرة المفروض بسرعة بتاخد إذن نيابة بناء عن المعلومات اللي جات لك وتقبض على الناس دي بإذن نيابة ما إحنا مش بنقول بقى بقى أيوة وتحقق معهم وتظهر النتيجة تتحقيق قبل خمسة وعشرين ينايل طب إنت بتحذر طب مين اللي هيطلع يحميني لما إنت بتحذرني وإنت الحاملية ده إنت اللي حامل الدولة إنت بتكتفي بتتحذر ليه حذرني وإحميني حذرني وقانوناً إنت عرفت إن فيه معلومات بسرعة حول الملف عن نيابة إن يابة تصدر أمرها بالقبض على الناس دي لو هي موجودة أو أنت حط الدك عليهم ويحقق ويعلن تكتحات فوراً ده هيريح الكل ده هيظهر برأة المتظاهرين هيظهر برأة المعتصمين قد يظهر إن الجيش ما كانش بيدرب الله أعلم أنا مش عايزة أصدر قديزة هنحط إدنا على المدانين بقى فعلاً هنحط إدنا على المدانين وهننقذ البلد كلها بجيشها بمتظاهرينها بسوارها بالناس البريئة اللي بتموت هننقذ مصر كلها فأطالب ياريت ياريت بلاش الكلام العام بلاش التحذيرات العامة بلاش فعلاً لغة ما قبل 25 يناير والمؤامرات ياريت تحط حاجة تقول عندك مؤامرة تحولها النيابة والنيابة تخلص حياتها في 48 ساعة وتقول هذا هو إدانة وهذه الحيثيات ونقبض على الناس دي ده المطلوب دلوقتي ده يبقى شيء منطقي يعني فضالي عيدة لا عايزة أتكلم على تحديداً الفترة اللي احنا فيها وما بين انه أحداث الشغب بتحصل بس عند منطقة الصغار والمتظاهرين وفي الوقت اللي كون متواقعين ده يحصل في الانتخابات وما حصلش يعني حيك شايفت ده منطقه إيه يعني والله يعني يعني المؤامرة عايزة أقول المؤامرة اللي تستهدف مصر أكيد كمان تستهدم عليه انتخابي يعني كان لازم بالأحرى انه عاملين انتخابيه كمان يتم هدمها من أوله ده صحيح شمالة دي عدت هو ده سؤال طبعاً ترح كثيراً وليه الانتخابات كانت من غير بلطاجة وليه كذا طبعاً الحمد لله وليس بطاولك ها طبعاً انا مبسوطين بداه الحمد لله الحمد لله ده كويس قد يكون اللي عايز يضرب أو عايز يخرب عارف ان انتخابات دي فيها ناس كتير خلي بالك الانتخابات دي قبل الجيش والشرطة يعتبر الشعب حرصة انت لما توقف في طوابير وناس راح تضي صوتها كل الناس اللي وقفة في الطوابير ساعة أو ساعتين وثلاثة دي خايفة عن مساعدة بالبلد وراح هتحرص فانت عارف ان الطوابير دي هي نفسها حراسة للانتخابات حراسة شعبية حراسة غير مقصودة ومش نازل يحرص بس احنا نزلون كلنا ندفع عن مساعدة بالبلد فهو حادش هيجي في وصنا حراسة وخصوصاً أن الشعب لمصر صراحة تمايز بالرقي جداً وانا رحت رحت في المرحلول وهار رحت في الاعادة وشفت قدئيه الناس عرقية جداً الأولا واعادة والأولا والتانية الأولا والأعادة صوات مرتين ولا أعيض فروحت في الأولا والأعادة فقدقئيه الناس حريصة وقدقيده الناس وقفة في الطوابير المتاسمة علشان كل واحد عايز البلد تتتحر قدعutzان الثانية ان اعتقد ان اللي بيدربه دول هو عايز يعمل قلق جوه عشان مكملكش انتخابات يروح يدرب له ايه بقى لما يروح مجمع علمي يروح يحاول في مجلس الشعب هيعمل لك حاجة كبيرة ممكن تشغلك او ممكن تعطى الانتخابات هو بيروح لهدف كبير وده كمان يبرر وده كمان يبرر لو حيك بتقول العدد بس بارد جيف زهني انه عادة ان الاحداث اللي عمف كيف تحصل لما كان العدد المتظرين بيقل لكن طول ما فيه كترة وناس كتيرة عمره ما كان بيحصل احداث مشاكل دائما الحدث او معدد الفجر وده يؤكد لك ان انا مش عايز اتهم احنا شفنا كلنا ايام السورة شفنا كلنا ملايين في الشوارع شفنا الناس بيحرصوا بعضهم ازاي شفنا الشباب بيحرص السيدات ازاي شفنا قد ايه المسيحي بيحوط المسلم هو بيصلي ايه اذا حضر الملايين بطر البلطار ايه وانما في الاوقات اللي هي مفاش التفاف شعبي انا عايز اقولك انا 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 موقن ان في وسط المتظرين حاليا المعتصمين موقن ومدرك ان فيه ناس زي ما قلت عاشق البلدها بس لا يمكن ان استبعد ان واحد جاي من شهر اصلا ده ما كان مفتوح ده ما كان ما حدش ماسك انه يكون جاي ناس عايزة تضرب عايزة تخرب وعالفكر والعايز يضرب عايزة عاصد الاثنين بسوق عاصد الجيش او المؤسسة وعاصد المتظاهر اللي جنبه يعني وبيبقى اصد الاثنين فهي الفترة دي فترة محتاجة ان احنا نفكر بهدوء شوية لا نتنازل عن مطالبنا لا نتنازل عن طلبنا ان مصر تعود دولة قوية دولة مدنية يحترم فعل القانون ويحترم فكازة والعدالة لا نتنازل عن هذه الحقوق ولكن نتعامل معها بمنطق وبعقل ولا نترك فرصة لاي فتن تدمر السورة وتدمر الجيش وتدمر البنات كلها بس احنا محتاجين شوية معلومات بس دي كل الموضوع بس محتاجين نسمع شوية معلومات واحنا اكيد كلنا مصلحتنا واحدة يعني محدش انا عايز اي مصلحة تانية غير مصلحة بلدنا اللي هيقدر يخلي الناس تهدى هذه المعلومات الكشف عن المعلومات جميل طيب دلوقتي رأي حضرتك ايه بعد الشعبية الكبيرة اللي وصلوا لها التيارات الاسلامية في الانتخابات اذا كانوا في المرحلتين الاولى والتانية وتحديدا يعني الحرية والعدالة او الاخوان رأي حضرتك ايه في انسحابهم من كل اللي بيحصل رأي حضرتك ايه في اختفاءهم من كل اللي بيحصل رغم انه هما في بداية الصورة او في البدايات كانوا متواجدين وكانوا بيسندوا شباب الصورة وكان ليهم تواجد بشكل مرحوظ مختفين في ايه مشغولين بس بالسناديق وبالانتخابات ولا في حاجة تانية احنا مش عارفينها طيب انا من خلال متابعات المشهد ومتابعات التصرحاتهم اقدر اقول التصرحات طبعا مع عدم مسندتي لموقف ده او ده لان طبعا يعني انا كصحف محايد بقف على مسافة واحدة من كل الاطراف يعني فاحنا يعني كلامهم اللي قد تقبلوا ناس او ترفضوا ناس كلام التواري الاسلامي يعني هو مثلا اخوان قالك احنا لو نزلنا السورة دي ها يحصل احتكاك مع الجيش او هتبقى العملية اكبر منها تتلم فكان كلهم قدلك احنا عايزين ننتقل من شرعية الميدان شرعية الميدان ده كلام شرعية الميدان ده تبقى شرعية لنظام ديكتاتور اللي مش عايزة يمشي يعني احنا نظام مبارك ما كانش لها حل غير ننزل الميدان لانه نظام متشبز بالسلطة ولا انتخابات هتنفع معاه ولا اي حاجة هتنفع معاه ما فيش اي حاجة هتنفع الانتخابات مزورة alar chacunقر session انت دلوقتي بتنتقلي لشرعية greaterrise شرعية الصندوق قد يجيب الصندوق بحد انا مش عايزه ايه و لازم نقبل ده يعني ايه و لازم نقبل ده هو بقى بيتمسك بشرعية الصندوق اللي هو ايه يا جماعة احنا الاهم دلوقتي ناخد السلطة من الجيش الجيش يسلم السلطة اهم شيء ده كلامه ماما انا من خلال متابعات انا طبعا مش بالحدث بسموها من خلال تصريحاتهم ان انا بحللها اللي بيقولوه بيقولك احنا دلوقتي اهم حاجة بالنسبة لنا كلنا نعمل ايه ناخد السلطة من الجيش والجيش يرجع سكناته طبعا عشان ناخد السلطة من الجيش وتبقى سلطة شعبية نعمل ايه نكمل الانتخابات فلازم نتم الانتخابات وجودنا في التحرير ومصادمات والحاجات مش هتخدم الانتخابات فانا بعمل انتخابات عشان دي الطريقة المسلة في كل الدول الديمقراطية ان استلم السلطة مش ممن يسلمها يسلمها الليبراليين يسلمها الاخوان يختاروا الشعب. وعلى فكرة وقد يكون اختار الشعب خاطر. نحن نتعلم على فكرة. نحن لازم نسلم به لغاية ما الشعب ياخد اربع سنين يجرب والله اللي انا اخترتوهم دول يمكن مش مجموش على المستوى المطلوب. اخترت غلط. اخترت بعطفة اجلية. المرة اللي جاية مش نختارهم. مش اختارهم المرة الجاية. ايه. انما هكون كسبت حاجة. هكون كسبت عملية ديمقراطية. تمشي الامور وخلاص مصر بالدولة مدنية ودولة ديمقراطية. ده يمكن وجد نظرهم في هذا الموضوع. يعني ده قد يختلف عليها ناس او يتفق عليها ناس.